عندي خبر خاص بوجود بيرستاو في التدريبات الجمعية وعودته مرة أخرى وبالتالي طبعا برضو الفترة اللي قضاها بيرستاو في الإصابة كانت طويلة شوية وكان في كلام عن أن بيرستاو كان هيبقى مش موجود في القايمة الخاصة بالنادي الأهلي في الفترة اللي فاتت وإن كان بنتكلم أنه لعيب كويس وجهة نظري أنه لعيب كويس كان مسيمان يجابه عشان يفيده طبعا بتوصياته المسيماني وكان يعني الراجل كان مصر بشكل كبير أن بيرستاو يبقى موجود وتدفع فيه فلوس كتيرة بنتكلم في 2 مليون وشوية دولار وبالتالي اللاعب جهة الاستفادة ما كانتش بنسبة 100 في 100 هنا نادي قادي بيفكر أنه برضو يعني فلوسه فلوس النادي للدفع دي ترجع بشكل ما في ظل أن بيرستاو فيه يعني وقت طويل جدا ما بيبقاش موجود الإصابات عدم ممكن يبقى عدم اقتناع المدير الفني الكولر بي وبالتالي فيه توصية بعد عودة بيرستاو إلى الملعب مرة أخرى أنه يبقى فيه مشاركة دايما متواجدة لبيرستاو في المبارات يعني للتسويق فكرة التسويق موجودة هنا عند الإدارة أن بيرستاو يبقى متواجد في المبارات القادمة لتسويقه للرحيل في يناير وهنا احنا بنقول إن ممكن المدير الفني يقول لك لا أنا ممكن يعني الرجل ما بيفدنيش هنا دي برضو هتبقى مشكلة كبيرة لكن فيه توصية من الإدارة بتسويق أو اللاعب بيلاعبوا في المبارات القادمة بالنسبة لي بيرستاو أنا بشوف برضو والله يعني برضو هو لعيب كويس لكن حظه وحش جدا جدا في إصاباته اللي كانت متواجدة فيه الفترة اللي فاتس طيب محمد محمود وزياد طارق حتى الآن كولر نصمم على عدم تواجدهم في التدريبات الجامعية وأنهم يتمرنوا مع فريق الشباب في النادي الأهلي وإن كان طبعا كان في بعض العروض جاء لهم بالأخص فيوتشر ولكن النادي الأهلي رفع على أمل أن يكملوا مع المدير الفاني لكن ده ما حصلش مدير الفاني خلاص مركز مع المجموعة اللي معاه والشكل اللي معاه وبالتالي هنا فيه مشكلة بالنسبة للإتنين اللاعبها دول معين أنا مش شايفين زياد طارق برضو لعيب كويس قوي لعيب لما اللاعب في السنة اللي فاتت في نهاية السنة اللي فاتت هاي المحمد محمود مهارة كويسة جدا تقدر من خلال تواجده مع أفشة وجوده مع أفشة ووجوده مع وزياد طارق أيضا يقدر يعمل لك الدول اللاعبة عندهم الحلول وعندهم فكرة أنك تقدر أي تكتل دفاع بيقابله النادي الأهلي ودائما النادي الأهلي بيقابل الفرقة كلها بتكتل دفاع يقدر يعمل لك الحلول لكن هو الراجل عنده وجهة نظر بعدم وجودهم في الفترة القادمة وبالتالي مش هيشاركوا مع الفريق في الفترة القادمة وبالتالي هيتم تسوقهم في يناير القادم هل هيروحوا فين؟ خصوصاً كابتان أحمد سامي مثلاً في نادي السيراميكا نصر برضو على أن يبقى مثلاً واحد زي زياد طارق يبقى متواجد في النادي نشوف الأهم القادمة بالنسبة للأتنين لعيبة هيكون